اشتركوا في القناة البرنامج برنامجكم اقتراحاتكم على السوشيال ميديا طبعا قبل ان نبدو في البرنامج نشوفه كالعادة جولة سريعة على الأخبار المهم نمشوا تفرج على التقليل من وجهلكم جلدة كبيرة لشركة أبل في صورة غرامة مالية وأبل و هواوي من أوائل الشركات يلي حيحصلوا المعالجات البوية الجديدة موتورولا وتسريبات على هاتف موتو ايج بلس خلوكم هنا أما الجيمينج عنويننا لليوم غوست سوشيما رولر بداية الأخبار اليوم ستكون مع شركة أبل يقول لي أفينت لي تم جلدهم بمبلغ يقدر به تيمل مئة وثمانية وثلاثين مليون دولار هل تسعبوا شي مبلغ كبير هل بعمل شركة النبل في الحقيقة لا شيئات ولكن عندك جنيه ونص عندك يدربك شيني مني؟ عندك فكرة على شركة تم جلدهم أنا سماعت بقصة أن أضعفوا السيستم بتاع تليفونات عندهم آيفون 7 و آيفون 8 باش الناس تمشي تشري آيفون 11 قصة الدكارية القديمة لزمان نباطي ويشروا قالوا أنهم أي حد عندهم آيفون 7 و آيفون 8 سيدفعوا لـ 25 دولار واو عساس كطريض خير من بلاش سنقول لك الرقم هو كيف جاءت فكرتها نرجع من 4 سنين قبل مشاهدينا في 2016 بالتحديد عندما كان لديهم مجموعة براءات اختراع بحيث أنهم اليوم علاقة بتقنية الواي فاي و الوايرس كومينيكيشن أبل و شركة بروتكوم اللي كان يزود فاها بالطروف هذا لكي يضعوهم في التليفونات في التابلتس حتى الواي فايات بتاع مطارات أبل كانت تبيع فيهم فترة الفترة زي ما تقول داروا انفرنجمنت أو زي ما تقول خمبوا براءة اختراع أو في قوانين معينة انت بش تستخدم شي ماكش انت مختراع لازم تدير عليها لايسنس أو رخصة ففهم كيف ف2016 رفعت دعوة شركة كالتك يعني المعهد الوحوط هذا وقالوا أن نبوا منهم 1.1 بليون يعني مليار فهمت؟ طبعا أنا قلتك 138 مليون من أبل لو تدير كويتمات يطلع لك 210 أو 270 من شل اسمها برودكم الفكرة ومفاهة أن أبل باعت ما يقارب تم مئة وثلاثين مليون جهاز يعني أنت لو تتخيل تابلتس تليفونات راوترز حتى في المطارات سمارت واتشز هما كلهم فيهم طرف صغير يخدم زي خدمة الواي فاي أو أي حاجة لا علاقة بالواي لس فأبل طلع في مبلغ كبير مننا ربح وواحد فعلى هذا الأساس قالوا هم نحن نبوا الرقم عواكا تعويض عرفت كيف وطبعا يديروا ترخيص بعد يعني لو يرجعوا يديروا نفس الغلط حيدفعوا غرامات أكتر بس الفكرة مشاهدينا أن أبل خسرة الاستئناف في الأول لما رفضت القرار ودارت سما تقوله احنا يقول لنا 2016 احنا يتقى 2020 هذا هو ندفعه لأنه كانوا يحاولوا يكونوا ضد القرار هذا ويقولوا أن والله إحنا استخدمنا براءات الاختراع عادي لأنه مفروض أي شيء لما يكون أوبيس أو واضح للمختصين أو للناس العامة مفروض ما يستهلش أنك تدير عليه ترخيص لا أعرف فكرة ما معناها بالضبط من أبل لكن في جميع الأحوال خسروا ونجلدوا بتمية أنا طبعا من فترة منزل أبليكيشن عندي جاوبناي بنتعلم على الستوكس والجاوبة كل مرة نأزل نقول توا بنتعلم الستوكس وواحل طبعاهم يعطوك مبلغ معين وتخش تدير ترايدنج فالموم من أسبوع قلت لنخش نبدأ ندير ترايدنج أول شركة فكرت فيها أبل و نتفلكس وصرت فيهم شيء اسمه ستوكس 300 ستوك في كل شركة هبوط صار طول في السوكس بسبب كورونا فيروس لا بسبب كورونا بالنسبة للأبل بسبب هذا الموضوع موضوع متاع تضعيف و البتارية بقى هي شين مين بقصولك توا أوكي أنا نتقلوا طبعا لجايمينج وعندنا أول خبر هو لعبة غوست تسوشيما اللي اتكلمنا لها من قبل واللعبة اللي مديرة ضجة كبيرة واللعبة المنتظرة عند تلتباع الجايميرز قلن نقول لنا جماعة الإكسبوكس على الجميع المهم طبعا اللعبة هذي هتنزل في شهر ستة شركة سوني نزلت تريلر جديد وحكيت على اللعبة وعطتنا تفاصيل بسيطة على اللعبة نزلوا تريلر هذا جديد وقالوا علي موعد أم تنزل زي ما قلنا هي يوم ستة وعشرين ستة بالظبط قصة اللعبة هو أنتكلمت عليها مرة فاتت لكن نزيد النوهو الناس اللي هل يجبها سكيرا وقلت لها أنا مش غالط فكرتها إيه لكن هذه ساموراي طبعا الفكرة هي تحكي على شخص اسمه جين ساكاي هو الساموراي الشخص المدر بالشخص الأسطورة متاع اللعبة فيب أن المغول اجداحوا أو احتلوا جزيرة اسمها تسوشيما تاريخ حقبة تاريخية حقية أو خيالة يعني 1207 أو 40 يعني نبني على حقائف تاريخية موجودة 47 أو 74 تزال فيها يا بردر المهم منسيت المهم الرقم في 1200 وحاجة ايه ما عطف رقال الله ليس بناتنا عشرين وثلاثين عام فالمهم هذه قصة اللعبة وزي ما نشوفها قدامنا التريلر حاليا لعبة أسطورية من ناحية الجرافيكس متاحها من ناحية الحركة الموشن فيها من ناحية كل النواحي شو رايك فهد والله أنا متحمس لها اللعبة هذه لأن لو لعبها أكيد ولو ندرش نكمل حتى نصفها طبعا صعبا بوت عالمي لأنك بس لو هم بيجوا حتى في 3 أو 4 سيكيرو من ناحية الجودة والجودة ستكون لعبة قوية والقصة متاحة لاحظوا طبيعة النار من تالي الريح كيف تحرك في شعارهم يعني لا تزين علي أضغط تفاصيل بشتستمتع أحلى هذا في الألعاب همام بتاع الفايتنج بالذات انت عند الجو النينجا والساموراي لحاجات هذه يركزوك على الموشن الحركة سلو موشن يركوك في اللقطات معينة يوقفه كاميرا لقطة تغيير الكاميرا حاجتها كاميرا كاميرا لك بس نشوفه نستنعني نتطلع ونشوفه ماذا نرد الفعل دعنا نكمل نشوف الفيديو طبعا في اللعبة هذه في هلبة حركات جديدة تميزها على ألعاب ثانية تميزها على الأجزاء التي قبلها وإنها لديك أدوات جديدة ستستخدمها في الفايتنج يب استنوا ما زالوا أربع شهور على الضبطة والله شهر ستة ثلاثة ثلاثة نعم نحن فقط في شهر ثلاثة أنت أتحب روعة 5 في الماضي شهر ثلاثة فشيين يعنيك شهر ثلاثة لماذا اقتشبك ليش عمنادي فعلي كي نوايتك كي نوايتك الموم طبعا زي ما شفنا هذه زي ما قلت لك أغلب الجمهور جماعة التي يتعانون فيها أنت طبعا لم تتعاني فعلي ماليكش علاقة أنا يخي محايد نلعب بأي حاجة قدامي يعني مشكلة مثلا بجي نلعب عندك انا بالستيشن تاعك نجد لك فيفا عالي شو مني انت قلت فيفا راحة ضع نزل اي حاجة فيفا بوب جيل يعني مش اي مشكلة ننتقل مشاهدينا للخبر اللي بعدها ولي ليه علاقة فعليا بأبل وهواوي اللي سيكونه اول الشركات اللي حتدعم خمسة نانو متر معالجات او سيستم اون تشيب طبعا خلونا نرجع شوي ونتذكروا ان اخر تشيبس وصلينها من شواء ابل او سنبرا تشيبس يعني رقاقة او شريحة خفف لي ان كنت تاعك خلونا نرجع لخبر كانوا او كانوا يستخدموا في تقنية السبع نانو متر نعرفوا احنا كلما الرقم هذا هو فعليا يمثل حجم البوابة المعينة في الترانزيستر الواحد بمعنى سي بي وكل عبارة عن ترانزيسترات لما يزيد العدد يعني تيجي تدير حاجات اكتر في التانية الواحدة وبالتالي تيجي توفر بطارية اكتر كويس خلينا نركزوا مشاهدينا ونقولو لكم ان احنا نشهدوا في تطور هائل جدا غير مسبوق فعلا يعني في كل سنتين احنا نشبه البرفومنس بتاع السي بيوز تتضاعف مرتين وطبعا هذا كلها اكسبكتد او انتسبيتد بقانون اسمها قانون مورس طبعا هذا واحد خبير في التشيبس وجواء توقعوه من لما بدوه في تطوير الرقاقات هيا قالنا كل سنتين تتضاعف البرفومنس فتول ما نوصل 5 نانوميتر احنا نتكلمه بدل ما كان فيه 8.5 مليار ترانزيستر فيه رقاقة صغيرة زي حجم ربع جنيه او حاجة زي هادي نحكو توله على 15 مليار تخيل معي يعني ممكن تتكلم انت على بلفومنس بوست او زيادة في الكفاءة توصل ل 50 الى 70 في المية حسب كل شركة كيف يديروا ديزاين الباحة فهمت غير هيكي افشنسي مينموم حتكون 15 في المية اقل شي هذا شان يعني البطارية معاش لازم حتى تكون كبيرة هلبة تقدر دير بطارية 3000 مليامس اور باتريا او 4000 مليامس وتوصل يعني تعيش لك على اقل يوم وبالراحة والاحصل من هيكي ان تي اس ام سي اكبر مصنع للرقاقات بالتقنية السبع نانوميتر حاليا واللي هما هيبدوا بالخمسة نانوميتر يعطاها لهواوي وابل قالوا احنا نبدو حتى بثلاثة نانوميتر وثنين نانوميتر يعني يا احمد انت بعد ثلاثة اربع اثنين حرفيا تليفونك ممكن يقدك ثلاثة اربع ايام حرفيا هيكي ايه حرفيا تتذكر في الساعة اللي تكلمت علانت في الحلقة اللي فاتت انه دولة 25 يوم ايه نبوا تليفونات ايكي يحمد اشوف الساعة قصدي ساعة ما تديرش لف حاجات محدودة جدا 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 تليفون جي بي اس وغرافيكس والعاب بدايه كمبيوتر فعليا ممكن رقوا حتى من الكمبيوتر تكلم عن هذا فيه مثلا 8 جيجا رام فيه كمبيوترات اربع يا برودر استخدموا فيهم فهمت كيف فبرافو لي هواوي و ابل لان هما دائما تاريخيا ديما عندهم الاسباقية بحيث ان هواوي هتعلن على الكايرن 10-20 لما يعلنوا على الميت 40 و ابل طبيعي انه ما تعلن على الابل وين سامسونج في الموضوع السامسونج للأسف بما ان الساعة اللي متاحهم تبدأ في شهر ثلاثة و كل سنة اذا ما علنوا شهر ثلاثة او شهر ثنين على اس 11 يستنوا للعام الجاي بينما هواوي تعلن في نهاية العام شهر تسعة و ابل كذلك تعلن شهر تسعة او عشرة فهما حيكونوا اول شركتان رسميا عندهم بالتقنية هذه 5 نانو متر حنواقبها و حنشوف التطور الهائل اللي حكينا عليه و بجديات انا متحمس الموضوع هذا لانه شي كبير جدا زي ما اقول لكم خلص سنين من هنا متعرفش تبقى تليفونك حتى ثلاثة ايام نمشو لي الخبر اللي بعده شي ماني نمشو الخبر اللي بعده و اللي عندنا في الجيمينج و اللي هو خبر لعبة جديدة اسمها رولر شامبيونز لعبة لعبة انت روكوت ليج ايه دي هلبة لك قصقيا ايه ايه اللعبة هذه هي عبارة عن روكوت ليج غير بس بدل سيارات ناس بنادمية ايه بنادمية يا لعبة تقوليش هذه كزا بتاع تليفون كزا يدفق وتخش غول وتوقر وتقدم وتنقل خلينا نفرج على الفيديو حتفهم اكتر تفاصيل عليها خلينا نشوف الفيديو غرفة سبب ايه طبعا اللي لتر للعبة هذه روكوت ليج روكوت ليج نظام الجمهور الميادين اللي فاستها حركة الناس انت تلعب في روكت ليك الداع لكن لو الفيديو هوا تريدر يشبه جيم بلاي حتى 90% منها لا لا هذه نسخ لصق من روكت ليك ويبدو النفاع جوه شخصيات كل واحد عندها فكرتها زي روكت ليك وانت تجربية انا شبتها في الفيديو هربت عليها هي في شهر ثلاثة طبعا هتنزل الأيرلي أكسس تستخدمها قاعدة في قيد التطوير تجربها أعتقد في يوم 13 يوم 14 يوم 15 متاحة تستطيع تنزلها وتلعبها تجربها طبعا الأيرلي أكسس ستكون بعنوان ألفا تجربها يعني الناس اللي لعبت وعجبتهم في روكت ليك هذه اللعبة بالتأكيد ستعجبكم عن نفسي أني جربت روكت ليك ولعبتها فترة طويلة اللعبة مليحة وممتعة عندما يكون عندك مجموعة من الناس تلعب معهم فاة تيمورك صعبة شوية فاة تيمورك لكن صعبة شوية نظام الحركة بتاعها بدأت لي جماعة اللي تلعبها على البلايستيشن أروا حركتها صعبة يعني مش سهلة تدير دابل أكس وتنجز يعني تيب تحرك السيارة بطريقة باش تضرب الكورة أنا ما قدرت هاش يعني مش تواجه الكورة بالضبط على المرمى لكن دوت أعرف معقولها دوت الشركة الثانية متاعها شوية نسمى ركت ليك مش حقيق حسنا خمبت فكرة يعني لا قصد هي مميزة قصدي بختلفة لكن نفس الشيء ما فهمتش قصد هادي فمتراتي خفضوا ضدهم ضعبة ولا حاجة ولا ضغطة مش لدرجة هادي بالمهم اللعبة ننصحكم تجربوها ستنزل في الشهر هذا في يوم 13 تبدو من بداية يوم 11 فجربوها بكش تعجبكم اللعبة سنشوفها حتى حتى يعني نفس الفكر نفس كل شي حتى اللعبة روكت ليك كانت فيها سكنات تشري سكنز نفس الجو مدينة نظام فيها صناديق تشري مفاتيح وتبتح صناديق تطلع لك فيهم حاجات وديسكوات بتاع السيارة تغيرهم هل بغى لخاطر مميزة؟ على أمرات روكت ليك الجديدة يوم تبدو تاخد مكانها متعرفش هتكون ترندة نعم متأكد نعطيك طول الخبر الأخير اللي عندي انا مشاهدينها واللي ليه علاقة فعليا بشركة موتورولا واللي طلعوا تسريبات كبيرة جدا بخصوص الـ Edge Plus متوقعين كيف يسموه لو يورونا الصور طول للتليفون حتشوفوا ان التليفون تصميمه خرافي نتكلم عنها فعليا بشبه مفيش بازلز بوكل والشي المتير في الموضوع لان تقلل الصورة اللي بعدها حتشوفوا ان الكاميرا القدامية شبه مش باينة احمد لو تشوف الكاميرا الكاميرا مختفية مش باينة هي صغيرة نفس جو الجالكسي اس 10 ستايل عرفت طبعا التليفون هذا يعتبر محاولة من موتورولا لانها ترجع للسوق وتخشها بقوة بعدها فشل عندها هلبة محاولات حتى لما داروا الريزر فولدي احمد يلف ويسكر قصدي كان فيه مشاكل في اللفان وتسكير ما يعيشش هلبة فهمت ممكن ميت ألف لفة وتسكيرها ويتم يعني يتكلم انت عصان ونص وخلاص معشتك تفتحة وتسكرة بسلاسة عموما التليفون هذا فيه هلبة ميزات قوية متوقعين انها ستجيه اولها حجم الشاشة هيكون فولة اتش دي ولكن مع 90 هرتز رفرش ريت هدي رقم واحد رقم اثنين البطارية متوقعين هتكون خارقة بمعنى هتكون 5200 ميلي أمبير انت تتكلم خمسة لاف ممكن فيش تليفون عندها خمسة لاف ميلي أمبير يعني انت يومين ونصف ممكن هتوقع الراحة ومدأينها فولة اتش دي يعني مش كيو اتش دي ولا حاجة هتوفر هلبة فهمت غير هيكي الكاميرات زي ما شفنا في الصورة هيكون فيها ثلاثة كاميرات لكن لحط التليفونات كلهم داروا نظام النايت مود هذا وجوه متاع البيتنس متاع التليفون اغلب تليفونات فاصل حسيه متاع الضوء يعني لما يكون عندك ضي انت حواليك حواليك تضع في فضل حواليك اشن اسمها اشي 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 الموم تضع في البيتنس بتاع التليفون بتاعك ومع هذا كله مفيش اقتصاد في البتارية ما تحسش ان في فرق لحظة وانت تتوى تحكي تصبولي شوي تحكي انت عالشاشة لما تنقص للضاءة ولا تحكي على شنية نحكي انا على التليفونات بصفة عامة مش هوني داروا الابدات متاع النايت مود اغلب الابريكي فنات احصنتك اختي الكاميرا نئت مود لا 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 انا نحكي توع الى التليفونات لانت قلت ما يقعد المن مشوف شوي مثلي طواى تليفون شيئان الزي هادة قاعد أكثر بهلبة يعني في التليفونات اللي محقبة 45200 يعني رقم هائل والدقة فل اتش دي ماهيش حتى كيو اتش دي ممكن ندعوا عليه في حلقة تانية ما معناها كيو اتش دي و 4K و 8K بس الفكرة البسيطة أن كل ما تزيد الدقة كل ما تصرف بطارية هلبة 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 والتليفون حتى يكون أبطأ أصلا بالذات في الألعاب فهمت كيف فلما تحط لي انتر 5000 فل اتش دي حتى مع 90 هيرتز البطارية أكيد حتكون خارقة ما ننسوش أن التصميم بتاع التليفون يعطي بالخرافي كذلك وآخر معلومة اللي بنقول لها أنه متوقعين سيكون فيه double LED فلاش ببعنى التصوير في الليل حرفيا كأنه عندك ضي متاع عراسة وخيمة أصبطة لوك مليح تصور بمفيش أي مشكلة فحرقوا التليفون هذا أول ما يتم إعلان عليه بأيضا وي كان مفروض يعلنوا عليه في MWC المعرض بس كورونا فيروس كورونا غد هلبة هلبة معارض فممكن هيديروا معرض فيرتشول زي ما دارت سوني وعلنت على التليفون ممكن حتى إيثري يتم إلغاءها بخصوصة إلغاء كبير حيروه أصلا الشركات الكبيرة كلها يديروا في إجراءاتهم حتى في أمستردام ملغو على خلط المعارض هلبة معارض يعني كورونا أترت في هلبة شركات ومعارض وهلبة مؤتمرات يعني معارضة MWC استقبل قريب 150 ألف زائر فأردوا بالكلمش بابز من الكورونا وصل لديكم كويس ووالبسوا كمامات موضوع ما وش بصاره كمامات بدأت 100% ننتقل للخبر الأخير عندنا في الجيمينج واللي هو لعبة اسمها أمينيجيا ريبيرث أمينيجيا هذه معناها فقدان ذاكرة تخرف تصير تصيب الكبارة خريف هو نفسه فقدان ذاكرة لا فقدان انهم 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 تمام هذه لعبة رعب أعلنوا عليها طبعا ستوديو اسمها Fractional Games لعبة لعبة ترعب نظامها مركزة أكثر على نفسية اللعب اللي انت تلعب انت كتلعب تأثر على نفسيتك اللعبة يعني تمثلك في مواضيع معينة يعني كيف نقول لك لماذا نسمي لها فقدان ذاكرة فهمت الشينا فقدان ذاكرة مش عارف لها ارتباط بقصة اللعبة أكيد يعني مش هيكون عنوان في جهة قصة اللعبة طيب كما تلعب تفقد ذاكرة بتاعك مش انت لا لا اللحظة ترد لاني تصلحني خصك صدقتها لك تلبردك نحن نحكي لك اللعبة فيها قصة أو طابع أو نمط معين ماشي به تختلف عن الألعاب الرعب الثانية استوديو التطوير هو اللي قال لنا أن نستنوا اللعبة هذه هتعجبكم القصة حتكون مختلفة طبعا ديما الشركات وديما استوديوات التطوير يقول لك ان احنا لعبتنا مختلفة ولعبتنا قصتها مميزة وفيش زيها نفس الطبخة تلقى روحك ونفس اللعبة الرعب اللي لعبها من عشر سنين لكن ليس حاجة أن الأفلام الرعب واللعب الرعب كلهم ليس لينا يخوفوا ونحبش الخلعة نفس الطابع حاسية مميزة مميزة مفيش فكرة جديدة فجأة يكي خلعة وتمت فالمهم احنا نستنوا أن هي اللعبة هذه هتكون دراما هتكون في كآبة طبع كئيب في اللعبة شخصية اللي تلعب بها رعب وفوقها كآبة وفوقها منيجة هم غرض من اللعبة هذي يبقوا يقترو على اللعب يقترو عليك نفسيا يبوك تخاف يلعب ترعب يا أخوي يا أخوي يلق لحظة خلينا عارفوا اللعب لكي يكون مسلّة قصد ضاعة تلقي بقدر تقيم لي أمنيجيا اشترح لي لا فهمتش اللعبة بتخاف اللعبة هي لعبة ترعب يا أخوي انت مثلا لحظة انت اللي تحظر في اللعب لما تحظر في أفلام روح هتحظر فيهم هتحظر فيهم زمر انت لو انت تحظر في أفلام رعب انت تحظر في أفلام رعب انت لماذا تحظر فيهم تغير جوك بالحق والله ما نحظر فيهم لكن بنقول لها بنغير جوي خلاص مية مية عدوة خبر يا شباب لعبة رعب ننصحكم بها تلعبوها لعبة نحس فألعب صح فعلا لها طابع معين واضح هذا من الفيديو متاحها الطبيعة الأمكان اللي يلعبوا الشخصية فاسطة هي طبيعة تقدر تقول مغامرات أكثر من هي أنت تحسها مغامرات وفي ناس بوقت في الأخطات تختار مغامرات تختار نمشي لي فاصل ولا شيء مني شباب نتغاضي طبعا على بردة سامي نمشي لي فاصل ونرجع لكم حلوكم معنا ورجعنا لكم مشباب في فقهة ديمونستريشن مع سامي طبعا قبل أن نتلقوا في الفقرة ديما نقول لكم أن اقتراحاتكم مرحب بها انتقاداتكم حتى هي نفس الشيء على السوشيال ميديا عندنا في صفحتنا على الفيسبوك أو على انستجرام حتى تلقاها تحت في الشاشة فنورونا باقتراحاتكم شلي ميني نبدو توا نبدو يلا اليوم مش قايدين اجاب لكم برنامج open source شخصيا يعتبر عندي المفضل وليه علاقة بالتورنت خلينا اشعرش النوة التورنت وعارف في ناس يقولك عن موضوع سهل وبسيط بس لم يعرفش تخلينا نشرحولها قبل نقوله كيف نستخدموا البرنامج هذا بجميع الحوال على فكرة تلتربعة ليبيا يستخدم في التورنت كان يطلع في ناس يتفرجوا وميعرفوش ساعتها اكيد فيه لكن قتلت تلتربعة ممكن الربع اللي اشرحولها تولي الربع اللي حدد احمد نعرفش كيف دار احصائية بس الربع هو اللي صح هو ربع ولا مية في المية برنامج دون فكرة بكل بساطة نقوله احمد عندها فايل مثلا فيلم فيلم يعني محصلة بقالونية انه كل شيء يقدر توزعه او انت مصور في ملف ولا اي حاجة يبي يشاركة مع الناس تمام وانا معناها سما تقول لبي مدابية بأسرع سرعة ممكنة وما يقطعش الدولود نجد نكمل عليها انت منبي حتى لو قفوا اي حاجة فاحمد يفتح الملف هذا يشاركه مع الكل ينزل لواحد تاني مش عارف من منطقة معينة يوصل عندها نبدأ ناخد منها هو ونبدأ ناخد من احمد تفهمان بدلما ناخد من مصدر واحد الملف ناخد من مصدرين انه هو الملف عبارة عن ملفات صغيرة اني انا كنت ناعف اكنت او خششتني في هذا الدرس نقوله الملف متاعك هو فيلم واحد لك فيلم لك هو من داخل فعليا هيتكون عبارة عن مية ملف صغير تماما أي ما احسن ناخد منك انت ملفي كل ثاني مع واحد ملفي كل ثاني أو منك انت بس ناخد من هم الزواز من هم الزواز بس تورنت لانه يستخدو فيه ملايين حول العالم عالفكر قولتها بالحضر هيا ناخد من هم الزواز لكن المهم ماشي مجرم صح تورنت لانه يستخدو فيه هلبة مستخدمين على العالم وعلى حسب الفايل اللي بيكون عليها رغبة هلبة أو طلب هلبة كل ما يزيد العدد اللي يشاركوا في الفايل كل ما تكون عند فرصة انك تنزل الانترنت الفايل بسرعة أحسن طبعاً أكيد في حدود اللي هي سرعة الانترنت عندك بمعنى لو سرعة الانترنت عندك أنت عربعة ميجابيت ما بداش هينزل عشرة ميجابيت على سيرة سرعة الانترنت شيني اللي درتوها يا شركة الـ كبيرة شيني دروها هذا كبيرة؟ تحابة أنه خلاص بيديوا تخفيض واحد وفراحت بعد أن لا عروض عروض مارس خاصة عركز على مارس الخاصة بقى شينصار في التخفيض بقى؟ نفهمتش ضعف الحصة وعساس قاعد تدفع في الناس الكمية لتنجل الله وبعدان تعال شوية مدام يجدوا ديروها من الأول هم هكي يضعفوا الكرقات ويخلوا نفس الساعة تشفت شركة المدارة والليبيانا اللي داروا تريبل عندهم هم ملول دارين دابلهم أخذ المدارة الليبيانا من أعرف واحد من الشركات الليبيانا كانوا مدارين دابل من قبل تودروا تريبل يعني تبدو بلين جلده قصد ما فهمت واحدة من اثنيني أما الوزير مش فاهم أما الشركات مش فاهمة والزوز مش فاهمين بغضا ولا ما فيش حد فاهم حاجة فيش حد فاهم حاجة مئة في المئة وإحنا طبعا من الأول مش فاهمين الشعب والناس مستخدمة مش فاهمين شيء لكن نتفرج علامه خلاص يباصوا لبعضهم في القرارات لكن ينفدوا شفاها وشخصيا بجدية تخناحوا البصارة وتلقيح والله إلا شيء مؤسف قصد معقولة نت مفيش استهدار خليني من السرعة الانترنت لا يسرع أزبالة وعروض أحكرياني للشركات نحكو حين على وصف البروط خليني من سرعة الانترنت وخليني من الأسعار لكن مفيش أي درة احترام للمستخدم يعني تلعبوا به مرة تنزلوا قرار تخفيضات بعدين تمشوا تديروا قرار تاني مش عافوا أصلا من دبلوا بقات ما بقات وتخلوا السعر زي ما هو وتخلوا السعر زي ما هو موضوعنا مش موضوع البقات ولا موضوعنا السرعة الناس تزبط انتوا ظروف البلاد ما فيه السيولة فالناس الأسعار مش قادرة تدفع فتعاربوا انتوا عايشين معانا ولا قاعدين برا وبالتالي دعونا كنوا صريحين أحمد مقد الشركات الخاصة على نحاها على جنب بس الشركات العامة تتبع LTT لحصل معالفتي المتواضعة واللي ممكن تكون غلط بس احتماي كبير صح نقولوا شبكة تحمل ألف شخص هم مركبين عليها مليون شخص يعني أنا قاعدين ندفع فيه يعني أنا ما نحصلش على شين يدفع يعني القيمة اللي انت تدفع فيها ما تحصلش فان شارك في سرعة متعامة مع ناس تانين فتجي تديلي عروض على اساس متساعدين هم قاعدين نفس الشي بايداوي جمهورنا حنوعدوكم حتكون في حلقة خاصة بإذن الله بخصوص موضوع الإنترنت هنجيبوا ناس مسؤولين لو مثلا يسعموا فينا أصلا أو يتفرجوا علينا في الشك نتوجه لهم فنتوجه لهم رسالة البرنامج مفتوح لكم برنامج هذا خاص بالجايمينج والتكنولوجيا يعني الموضوع هذا في ملعبنا فهنجيبوا حد من المسؤولين ونجيبوا شخص نيابة على المستخدمين وتصير مواجهة هنا مية في المية نبدو نرجع للموضوع كلنا فيه وليه علاقة بالنت على فكرة فلما يكون نتك انت بطيء منصبر واحد بس خلونا نمتدوها يأكلها تاوه خلينا نوريكم برنامج البداية دائما وابدا هتكون من كروم كالعادة اللي كتابتها غلط مش عارف علاش ونخش عليه البرنامج اسمه وشاهدينه ديلوج وانعرش وانا ديلوج بس هنخش عليه تكتب دولوج يطلع لك هنا بالتورنت منزلت معها فيروسات نا لا عابي بردل جملك حاجة فيروسات حتى كورونا لا اللحظة قبل شوية كنت تقولي معاش تتبرد باب سامحوني طبعا زي ما قلنا لكم احنا اراكم وانتقاداتكم حتى بخصوص البرد وهزان الكرسي يعني تكتبوا انه هناخدوا اجراءات والخصوص اكيد اخد اجراءات وخصوص هذه توا نديروا تصويت في الصفحة ولو قالوا ان سامي معاش تستمر في البرنامج نا هو بردتي انا خصدي مش لازم حتى معروفة زي ما شايف احمد هنا خدلك زوم وتشبهش تشبه فائل كلمة هذه موجودة في لينكس بيشرحنا عليها في حلقة فاتت عندك ماك او اس وعندك وندوز ماك اوه بتاع كامبيوتر تيجي تنزلها فيها المرة هذه عن قدتك تماما تنزل الفائل طبعا البرنامج صعبة عندي مش هنالتريك اللي بنيوريها لكم مشاهدينا انه انت في هلبا مرات مرات تببي تخليه ينزل في الليل ملف خصوصي مع الليبيان لما يقول لك العرض من الساعة اثنين مش هضل اللي تتأكد انه ملف نزله ولا ما نزله ولا افصله عليك ولا حاجة فهناها ميزة التورنت التورنت خليه ينزل وفصله ما افصلش ينظم اموره بروحة انت امورك طيبة والاحسن من هيك عندك لابتوب خايف عليه تبيش تفسس بطارية تبيش خليه يقعد نايد هلبه وتشحطه اول ما يتم التنزيل تجد خليه يطفي الكمبيوتر تخيل يعني خليه ينزل بره انت طلعته لحاجة يكمل يطفي الكمبيوتر بروحة كيف هنديرها هنشرح لكم طوي هدا عشي جبتها البرنامج هذا الفكرة كلها تفتح البرنامج طبعا هنا قدامكم زي ما شايفين فيه هنا فايل ادت مش عارب شيني انت بجي البريفرنسس باهي هتجي هنا البريفرنسس فيه هنا هلبه اقسام عندك داولود نتورك باندويت مش عارب شيني هتجي احمد لي بلاجينز تمام تشبع فاعت او هادي لطا اوتو شوتداون انا البلاجين هو مرات يكون هم عندك موجود في البرنامج على حسب النصحة لتنزلها وما رات ما تكون موجودة كيف تنزلها لما كانت موجودة بتجي هنا فايد مور بلاجينز تمام نديروا فايد مور بلاجينز بتلاقيهم هنا هيا على فكرة بايدوانا قلت لك في البداية الحلقة مش بداية الحلقة يعني بداية الفقر قلت لك ان اغرب الاغلب اللي بيانا يستخدموا في التورنت يستخدموا فيه طبعا الافلام المكركة واللي احنا طبعا دائما وابدا ضدها كل شي قانوني يا اخي دائما وابدا ليه معرفتك يا بردر؟ رد بالك انا اخي بالنتفلكس كل قانوني بلايكينج باد وين تحضر فيه؟ عن نتفلكس نفتحك كون نتفلك اوكي لا لا شكرا خرص اوكي هنا احمد لما رصيت عليها خلنرجع بس نفكر المشاهدين ترص على فايند مور بلاجينز يطلعك صفحة هذي تمام الصفحة هذي احمد فاها بلاجينز انكلودد اللي جايات مع البرنامج وبلاجينز اللي تقدر تنزلهم ثيرد بارتي ناس مدارينهم عاش قلت لك اوبن سورس او مفتوح المصدر انا انت اي مبرمج يقدر يزيد عليه ويرقب لها فاهمت بلغة بايتون طبعا فاللي بنديرها بنخش على اوتو شوت داون لو تشبه يحمل ما كاتب لك يدير شوت داون او هايبر نيت لما يكمل التنزيل وفي ملايين وملايين وملايين من البلاجينز اللي ديرهم وليديهم وضائف خاصة راح نحطي لك شرح جنبها عشان يدير بالظبط او عشان كيف قلت ليه؟ كل واحدة كاتبي لك شرح متاع اي اي يعني فيه حاجات مليحة انت لما تنزل حاجة في الليل تيك عندك هلبة خيارات تقدر تديرهم فاهمت فشوف مثلا هنا شوف مثلا واحد هوا وقف او نحي تورنس لما يديره سيد لوقت معين زي ما قلنا مشاهدينا تورنس تقدر انت تشارك الملف احمد لو ما بيش يشارك الملف انا بيش نزلها منك احمد فاهمت فانت ممكن تقول لي بيشارك الملف لثلاثة ايام وبعدين خلاص بنوقف عشان يدير ابلود ياخد من سرعة الناس البلاغين هوا لتشبع فيه قدامك سيد تايم هو اللي يخليك تدير حاجة زي هادي فاهمتنيه يعني انت البرنامج يعتبر باور في الهلبة في هلبة خيارات تقدر تستخدوهم هنرجع البلاغين ونقولكم كيف تنزله ترص عليه هنا هوا تحت اخد اولود وينزل طول صح اي لكن شوية بيفتع على الكت هب ايك مش عارف خلال انت قاعد يحمل بطيء غريبة انت النت بطيء اليوم نت بطيء مش عارف خلال تودين وسبيد تست بعد شوية مشاهدين طبعا طلعي لكم اذا واحد متخافوش بتقولوا وين البرنامج ولا مش عارب شينيه اللي يهمك في الموضوع كله ترص على هيا هيا راتها احمد يشرح شين يدير هنا لندائر البرنامج وترص عليه لما ترص عليه هذا هنا يرفعك لصفحة التنزيل تمام على موقع gethub ما تدورش اي حاجة مجرد انت تجيل للينك هوا او هوا واحد او الواحد او الواحد او الواحد او الواحد هناخد 2.7 لان اجدد على شكله تمام وهذا 2.6 هناخده انت موجود عندك صح انت موجود عندك صح اي عندي 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 لما تنزله خندير شون فولدر بس نديرنا cut ونحطه هنا في سطح المكتب تجيب بعدين للبرنامج deluge دير لدراج لا تدير install plugins تختاره هوا وتدير open تمام بعد ما تفتحه مفروض يطلع لك هنا auto shut down بس قبل شفت هنا صحي احمد بتدير لها install مش install قصدي اوكي من هنا ايك صح شفت كيف يختف يطلع هنا اه 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 هكي بيخش انخش عليها من هنا لما تتم التنزيل متاعك شو انت بتدير يدير شيء يسكر هايبرنات ولا تبقي طفي مرة واحدة بعدين عاش يديرها بكل هتختار انت شن الخيار اللي يمشي معاك انا اكيد هندير دير do nothing انت عندي صاروخ مش لازم نطفي الكمبيوتر هننزله خط فتة ببرنامج هنجربوه طبعا هنجربوه طبعا هنجربوه نجربوه احنا هكي نديرو اصلا الله خير يعني مشاهدين هذي الفكرة الاساسية منه كنت نبني نوري حاجة تانية انا مش عارف مون رحت مني اذا ما اقول لكم الموقع هنه هنديرو باك بس هنرجعكم ليه القتاب هنا لو انتم مشاهدين واحد منكم مطور او مبرمج وروا شطارتكم ديرو عدلو على الكود وضيفو فيه ميزات جديدة مثلا تقدر تديرها احمد لما يكمل تنزيل تدير سليب تقدر تديرها عادة تقدر تخش على الكود احنا تشبه فيه احنا تعدل على ايه خط فننزله طعف شنه هننزله مرهور نزله زبت اوه طبعا نقول لك بس رايك بفكرة انا تشعرها مفيدة يعني انا اعرض ليبيانا بساعة دين لساعة عشرة ايه لا لا مفيدة جدا بالدات اللي موجودين في ليبيا فا نقول لكم الريدي استخدموا فيه هو التورنت لكن ما معتقدش يعرف تفاصيل زي مثلا نظام الشدان هو انا تعرف في متها كنت ندي مع صديق وسألت علي انا كيف يندار واحد عماد الحسومي بايدوه فمنور شاطات ليك وشفت على الموضوع دورت عليه وعرفت قلت ممكن شاركة مع المشاهدين ممكن نحس فاهم مفيدة الجميع يستفيدوا منها يعني على فكرة زي ما قلت اطرحت مرتين قلت لكم موضوع الاقتراحات والانتقادات متاع الناس ونضبنا زي ما قلت لك هزان الكرسي فايرت تخففنا شوية حاضر تم اقلب شوف يا حمد نغزلت السورس كود بها هيا نصبول شوية نفتحه لك انا الواحد أوبن ويد نفتحه ب نوتباد أوكا شوف كود حرفيا يعني وتعدل انت زي ما تبي تعدل زي ما اوبن سورس أوبن سورس يعني انت تقلت تاخد البرنامج يعني طول لو نغير في الكود هنا ونديله نحاولها لبرنامج مرة تانية والي هو سهل جدا يعني بهاي نلعب فيه تساعات يعني يبدل عشي خدم وكل ممكن لك تعال خلال ووريك حاجة أوتو شتداون هنا مثلا اعطيك خيار قالك مش عارب شينيه لو تقدر دي له ساسبنت تقدر شتداون كلا هذا قول ارب فتقدر تغير هل بحاجات والكود بسيط جدا يعني اي حد يعرف بايتن مدى النيت حيحير فيه هنا هي اللايبرز باستخدمه كده 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 شين رايك احمد يعني البرنامج تقدر تعدله عليه وتقدر تنزله طبيعيا بالبلاش وتقدر تطفي دولود لما تكمل بما ان العروض مفيش منها الا في الليل بالبلاش نرجع ونقص فورا ثانية الحاجة الاخيرة انه اوبن سورس زي ما قلت لك كود يتحش متوى لالتيتي والليبيان والمدار بالعكس بفوض يديروا دعاية البرنامج هوا بش يجي يوريه وانا عادة تمشي اليوم لا عليك بس بصدق حنتوجه مرة تانية ونذكروا ان العروض هذه من جهتنا كبرنامج لو قلنا انا وادر بيكا كل المجتمع مش احنا بس على الاقل من احنا يعني واحد منديش يتكلم الاكيد فنتوجه من المر زيينكم في حلقة اصبروا لنا شوية حلقة خاصة يسدوا لهم شوني هادي ايه هادي يمتع تو تشوفوك متكد متكد مية في المية عنديك ايكلمة اخيرة قولة اختي مفقرة لمشوا فاصل بنرجعه لكم خليكم معنا يبا هو وضاك اليوم مشاهدين ما فيش لاعب فيش نضيع وقت مع احمد ربيكا والفشل العادي بتاعها في الالعاب اللي لعب فاعل هامر فاتو كلها لانا عندنا ضيف مميز جدا هنتعرفوا عليها في التقرير هوا خليكم معنا نرجع ندو مع اكتر يلا محمد الزيو واحد من المصنفين عالميا في الفوت شامبين طبعا باش تكون مصنف زيه عندك ثلاثين مباراة لازم تربحهم وفي الثلاثين مباراة حيمر عليك الوسطور يفو يعني جهدك وما يجيب محمد ربح ثلاثين مباراة في حسابين مش حساب واحد يعني من الاخير ويلد خارج محمد طبعا حيما التنيبي في البطولات المقامة من قبل الفيفا ومن هذا الممبر نحب نقولولك انت كده يا فرش اما بالنسبة للمشاهدين ذكروا ان ما فيش شي مستحيل مجرد يكون عندك مهارات وشوية نت زي العالم الناس من زي التي تي والليبيانة والمدار وريادة والقيقة وباقي الشركات ووزارة الاتصالات وقراراتها وباقاتها الوهمية طبعا هذا مش موضوعنا خلونا توا مع محمد زيو واتوا يا الله باي محمد زيو بعد ما شوفنا التقاير مشاهدين حال وقت ندو مع الشخص نفسه محمد زيو خلونا في اللوي نرحبو به ونخشوا في الموضوع طول احمد المحمد محمد زيو اهلا وسهلا بيك نورتنا في برنامجنا شين الجوا سهلا منور بكم والله منور منور اولا اولا كيف تقولو خلونا نبدو بالسؤال المعتاد والطبيعي الواضح عرفنا شوية بروحك مني أنت كيف بداية الجوابات كلها قبل الخشوف في الأسئلة الهلبة الثانية اللي عندنا والله أنا لعب بلاي ستيشن كنت تعالي جداً هو لعب فيفا من زمان الفيفا نرعب فيها من 2014-2013 جميل تمام؟ اللي هو طور الألتما تيم وطبعاً تعرف أنت الجو في ليبيا أو البلاي ستيشن في كل حوش فلازم شنو؟ فلازم لما تتراجع أنت والشباب فخلاص لازم كل واحد عشان يبقى يروح أنه الأفضل هو الأسطاع صح فنجد شنو؟ يقولون ليزيل أنت النبي خليك كبروحك لأنه يبقى حالتك بالله خليك كبروحك جداً موضوع من شارك ممكن وهي مجموعة الشباب والله يقولون لي إيش ما تخش لسلك الهتل احتراف الاحتراف في الفيفا اي تمام؟ والسنة هذه إن شاء الله يعني السنة هذه الحمد لله قدرت أني نثبت روحي على مستوى العالم ما شاء الله ما شاء الله واصنفت أكثر من مرة جميل جميل جداً أنا أنا بنسك سؤال محمد والسؤال المهم في الموضوعه كله جمعتك داش كنت نجلت فيه منذ أي حراجة لكن في أي لعبة عادي يعني نتكلموا احنا ب كنت نأخذ في الهلال السعودي وتخير أنت نأخذ في الهلال السعودي تعرف لأني ما كنت نعرف أن أنت نتك جوية هلبة عندك فايبر اوبتيكس كنت لو كنت نعرف من قبل كنت رأيه جبتك جلتك وليس جلتك أنا قضية جبتك لكسامي نتجلتك لأنه أدم عدبني قضية والله الفكرة حلوة يا محمد شو رأيك ممكن في حلقة داليا جبنا نسبة أسئلة الهلبة عندنا في الموضوع نبن ندير معك تحدي طبعاً زي ما تعرف من عرشلة طبع برنامجنا ولكن دربيكة على الهواء جلتك ممكن أربعة لو أنا مستش غلط من غير الخرافيات على الهواء فيفا أفهمها مش لعبتي لكن خلينا نكملوا توم على الضيف وتثبتك خلال وضعه محبتك إلى الموضوع من كامل مشكلة لها غير مشكلة خلاص خلاص جميل معلاء مشايدين أعطو برواحك حصلنا تحدي مع المصلف العالمي وعندما نظر كيف سوف نجلد منه اوكي نبدو في أسئلة بره توقيت محمد زي ما قلت أن تبدأ في اللعب في الفيفا ألتمت تيم خصوصاً من 2013-2014 لكن نحن هي محمد زيوس معنا بي في الفيفا عشرين بس ما عناش فيه من قبل الفيفا عشرين وين كنت قبلها؟ ايه بضبط عشان نفرق يعني؟ لان انا قلت لك انا ستايل اللعبة السنة هذه يختلف عن الالعاب السنوات اللي فاتها تحكي عليك انت ولا اللعبة يعني؟ ها؟ تحكي عليك انت ولا اللعبة ستايل اللعبة؟ يعني اللعبة بصفة خاصة لان سنواتي فاتها كانت لعبة تعتمد على اخطاء اللعبة ما كنتش ترعب انت في لعبة كرة القادم لا كان في اخطاء لعبة كأنك ديرا تقد انت اصطى واحد فيها لكن السنة هذه لا السنة هذه كأنك انت تتبع في الكرة وتفهم في الكرة صح ها؟ 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 اه بحسن سؤال ثاني سر التصنيف او سر نجاحك هل هو بسبب الفايبر اوبتوكس او الانترنت السريع اللي عندك ولا هو مهاراتك الخاصة بلاستيك شوية تحض؟ يعني خلديو ريفليز شوية لو كنت في ليبيا كنت حتتصنف بصراحة والله يالله تحدي بالنسبة الي نعم لأن طبعا عندي أقرب يوجدين في ليبيا وأصدقائي ووجدين في ليبيا لك الصورة يا هل استنوا و تساكتوا الكل المشككين اللي يقول لك والله ممكن النت و انا اتفق معك للأمال المهارات لها دور كبير صراحة المهارات بس شوية حض ممكن نقوله 70% مهارات وباني حض انا نقول لك يا دريبي اشوف انت لعب اللعبة تعتمع لنت تشكيله ولعبك انت الخاص تمام؟ لو انك انت تدرت نت تشكيله كويسة و نت كويس و انت لعيب حتى تصنف حتى لو انك نت بتاعك موجه قوي لكن يعتبر قوي يعني تحكي انت في الكرة نت البينج مايفرقش هلبه هلبه ممكن لعبت شوتينج ولا اللقطة هيك قصدك يعني والله اشوف انا نلعب علي بينج سبعين يعني بينج سبعين في ناس واجده يعتبروا فيه عادي ونلعب علي اربع بار مع مراش لعبت علي بارات الكاملة ايه فهمت علي قبل كل شي طبعا خلينا احنا شدينها في جرة التصنيف في جرة التصنيف انت زي ما قلت انت تلعب في اللعبة من 2014 اكتر او ديفيجن بتاعك توا قبل كل شي كم وصل ديفيجن؟ اه ديفيجن ون اول ديفيجن وصل الرجل مصنف في العالم يعني اكيد يكون اقوى حاجة اوكي لا نحكي نحكي ان الفيفا 2014-2013 هل كانت عندك انجازات معينة حتى مش ضروري ان كنت تكون مصنف ايه ممكن تشوف ممكن حتى انت باش انا طلعت على السوشال ميديا باش الناس عرفتني فيفا 20 بس انا في الفيفا 14 و 15 و 16 كنا نقدموا في مستوى لكن ما كناش نوصلوا في الشي هذا على السوشال ميديا فهمت اني فيه انجازات ندعم في فيفا اللي قابل لكن ما وصلتش للجمهور رفس سمحني قطعت عليك بس خلينا نرجع الموضوع على التصنيف انت تصنيف شين يعتبر هذا تابت ولا فيه بطولة معينة فيه طور معين لو توضح المشاهدين بس طور متعلفه تمام الطور هذا داخل اللعبة اسماه Ultimate Team Ultimate Team يبارا انك انت تشري لاعبين طبعا على حسب اللعب اللي نفسي طريقة لعبك انت تمام وداخل الطور في بطولة اسمها Food Champion تلتع بيوم الجمعة والسبت والحد ثلاثة يام في الأسبوع تلعب فيهم ثلاثين مباراة طبعا الموضوع صعب انك لازم تجيب ثلاثين فوز من اصل ثلاثين مباراة فيش تتصنف وانت ما شاء الله ربحتهم ثلاثين مباراة اه ربحت ثلاثين مباراة فوحدة من أسبوعين ربحت ثلاثين مباراة في حسابين مختلفين ما شاء الله ممكن ابدأت نخاف بالتحدي اللي درتها معك لكن مش هنرجع هنتحداك تعرف علاش لان ممكن لو أربحتك هنبدأ مصلف قبلك مفروض هكي ولا نرجع لك بسؤال اللي هو ان شركة EA حسب علمي انها حاطة ليبيا من ضمن الدول اللي ما تشاركش في البطولات اعتقد حسب علمي ما تقدرش تشارك في البطولات فانت كيف تشوف الشي هو هل قتر عليك الشي هو او لا والله شوف انا بصفتي انا مقيم خارج ليبيا فلو ان كنت مقيم في واحدة من الدول اللي تقدر تشارك عادي يعني الجنسية ملياش علاقة يعني والله لا هي حتسهلة طبعا لو ان ليبيا كانت مشاركة تقدر تشارك كانت حتسهلة في حاجات واجدة وانتمنى صراحة الاتحاد الليبي او الدولة تدعم الشي هذا انه فيه فئة كبيرة من الشباب لو تحصل دعم وانتشرف ليبيا في البطولات مين وايل تقام ذلك عروض على اساس دابلو الحصة وقاعد نفس السعر والنت مش عارب ومشكلة الانترنت خلالة حقا فيه هل بناس صدقني فيه هل بناس محترفين عندنا في ليبيا لكن مهمشين من ناحية الانترنت يعطيني الانترنت بهمت عليك بما انك انت التصنيف يعني يقدر نقوله هل فيه ممكن بطولات حتشارك فاعي يعني هل فيه حاجات تخطط في راسك ولا يعني خلاص يعني تبدأ انت بتحافظ عمكانك في الفوتسال وخلاص والله ان شاء الله لا باذن الله هنحاول انتطور من الاستواء بيش نقدر نشارك في البطولات العالمية وكل بطولة حيكون فيها تصفيات تمام لعبت التصفيات اللي فاتت بس طبعا صارت شوية مشاكل في السيفرات امتال اللعبة خاصة وما قدرتش انتها الصراحة بس مشكلة ان التصفيات التغت بسبب مشكلة الفيروس اللي طارته يعني كانوا يديرها في مكان معين يعني بيتلاقوا الملعبين في اه كانوا يديروها في نومانيا في بوخارست لغو البطولة كاملة وتصفيات اللي صارا التغان كلهم واللي اختاروا في الناس البطولات هذه على اساس التصنيف طبيعي اه طبعا لازم انت تجيب 27 فوز من اصل 30 بش تخش تشارك في التصفيات التصفيات اللي فاته شاركوا فيها ما يقارب الميتين و 25 شخص على منصة بي ستيشن في الشغل اوسط ما كانش فيه ليبيين لو عندنا مش عارف يعني انت صعب طبعا لا هذا ليبي الوحيد اللي شارك في الناس ومثلنا الوحيد طبعا شاهدين فيك الهمة او لي من جيهتي اذا ما قلت لك حلننفق خبرك عن وضوعة شاهل انجي حتى حلنخليك تربح باش نجيموا المعنويات كلها شيني رايب؟ خبت كيف ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة ماشي محمد انا سمعت انك انت درت دوري على صفحتك وشاركت فيه لكن طلعت من الادوار الاقصائية اه؟ ايه بالضبط انا شاركت في الدوري وحبيت نعطي فرصة للشباب صراحة الله عنك يعني مفيش حد جلدك يعني مفيش حد لا لا انجلدت صراحة جلدت وخسرت وطرعت لا بس هي اسمع ما نقول لك ما فيش حد ما يخسرج عادي مظبوط تعجبني الروح الرياضية اللي عندي تعرف انت عطيتني اعمل توا بعد دسيرة العشرات والخمسطاشات ممكن اقول ناربك حتى انا معنا تلاقيت لك جماعنا نلعب لهم بالريال السعودي متخير انت المستوى ما احترام من الريال السعودي باي اسمع عندي سواء انا كلاسيكي وقال سمعت ان قلت انا توا اه لا والله قلت سواء اشيكي قلت الريال السعودي ريال السعودي اقول لي الفريق المفضل اللي تلعب به لما بتلعب مثلا نقوله انت ملعب مبارا باي في التحدي من اعتبرني انا طبعا انا بوت لكن اعتبرني مثلا لعبي كويس وخايف تخسر ما فريق المفروض انت تأخذ لما انت تب بكل شي صح مبارا عادية اقوى فريق 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 فرنسا لان يحتوي مجموعات مجموع من اللاعبين جدا قويها صحيح ايه ولو بتاخذ نادي ما تقوله ما تفاهم انه يكبت الانديا بس لو بتاخذ نادي هناخذ مانشستر سيتي ايوه انا عكسك مانشستر هناخذ اصحاب البي اس جي اولا فريق ناخذ مانشستر انا نلعب بالمانشستر لكن ننزلد انت لو شوف باري سان جماع ولا تستكد باري سان جماع رأى فريق قوي لكن دفاعها ما يفعش دفاعها صفر اهم تعلم احمد المعلومات هيا طبعا نلعب بالبي اس جي ولكن خلاص تقعتي المعلومة هذه هناخذ لك السيتي في التحدي القادر بإذن الله ليفربول حتى ليفربول فريق قوي ايه 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 في سؤال ثاني حتى هو جان هلبا من الجمهوري يتوقعوا منك التجاوبة اللي هو بيس 2020 ولا فيفا لا فيفا طبعا البيس ما التعبش و الله مثلتها لان في ناس يقولوا تقول بيس 2020تحسنت هلبا ممكن حتى تغلبت على الفيفا عشر يعني عندي أشخاص شخصيا يلعبوا في فيفا من فيفا 11 يعني يلعبوا فيها والسنة هذه يغيروا وقال لك الفيفا بدأت مانيش عارف معاش فيه تغييرات هلبك كأنها نفس الشي شي كنا رأيك في الكلام هو عندي؟ يبقى أنك مصنف يعني تزبط لا لا الشي هذا مصلحي صراحة أنا شوف من 2013 والفيفا متفاوقة على البيس في كل شيء وأنا نحس فيها أنه صعب أن البيس تسترجع أنها تكون أفضل لعبة كرة قدم على المنصات الصراحة صعب صعب لأن البيس سيء لها بعد الحدود كأنك تلعب في أركيد مود ما تلعبش في كورة خيالي أكتر من واقعي قاعد نفس المشكل على سيرة البيس يا محمد شن عندك تجربة مع ألعاب ثانية؟ هل أنت محترف في فيفا بس متلعبش في ألعاب ثانية ولا عندك ألعاب ثانية تلعبها؟ والله شوف نلعب في كولوف ديوتي ونلعب في بوفجي ونقدر نقول لك نعرف نلعب لكن زي ما قلت لك لا نبثش فيه نواجب لا نعطيش فيه اهتماء زي الفيفا بالضبط أكيد طبعا أنت محمد لما وصلت للتصنيف أكيد هذا شيء ما هوش ساهل وبالمثابر وبالاستمرار واخده منك وقت هلبه كم ساعة تلعب في اليوم؟ أو كم ساعة تخصص فيه للعب؟ بصفة عامة والله في اليوم خمس ساعات كل يوم؟ يعني احنا نتكلمه مثلا من بداية السبوع من الأحد كل يوم شمعة وثبت وأحد فقط يعني ما أثرش الموضوع اللي قرايتك؟ أكيد لا هو أكيد يأثر لو أنك إنتم مش داير طايم مانجمات أكيد حيأثر ما شاء الله يعني احنا نتكلمه أحمد يعني عند الله كان يناه وانتعال نلعب بك في العطلة نهاية السبوع والراجل واصل تصطيف عالمي نشوف هنا نقسم موقتك خمس ساعات في عندك جمعة سبت حاد كويسات لا خزمونك توقع تقول لو واحد جايب مصنف تقول والله لا هو عبدها عبادة الراجل يلعب قصة ثلاثة لاعب عادي لكن الفرق في الاحتراف الفرق المويبة المويبة محمد وين نشوف روحك بعد 2020 وبعد الفيفا 20 أكيد خلاص انا إن شاء الله حنحاول انى كل الفيفا حنطور مستوي ونثبت المستوي الاحترافي باش نشاء الله نقدروا ان شرف ليبيا وإن شاء الله نحاول انه نحكم على الدولة ونحكم على التحاد يغلوا ليبيا تتشرف في البطلات باش نشاء الله نقدروا حتى احنا نشرف ليبيا إن شاء الله نحن نتوجه هذا المنبر ونوصله رسالة لكل الاجهات المسؤولة التي ترون أنها لديها المكان يشتدعم الشباب ما شاء الله مثل محمد محمد في عالمين شيء كبير ممكن واحد يقول لك لا لا لعب شيء كبير تتكلم عن ملايين يلعبوا فيها في العالم ويجي بالأول محمد قبل أن نختمه طبعا هناك فلبة تحديات معلسة من تشوف في ناس سكة معينة أسماء طبعا نبي ناس معينة وجودة في ليبيا محترفة وبإمكانها تكون مصنفة لكن عندها الظروف بس ما تسمعش هل تشوف ناس قادرة عندها الموهبة ولا مفيش؟ والله شوف طبعا نحن الكميونيتي متاع الفيفا دهرين جروب على الفيس وفيها كل الناس تشارك في اللحصائيات متاعها وفي المباراة بتاع الخط شامل الأثنين اللي نحس فيهم أنا يعني يقدروا أنهم يصنفوا لو أنهم يرعبوا بره ليبيا عندك محمد حقيق يرعب من طرابلس نظبوط محمد حقيق يوصل في 29 فوز 28 فوز شبه أسبوعي محمد حقيق كان يحصل نت ممكن حتى تشوفها في التصفيرات يؤدي فيه أداء كويس بك والشابو بالآخر أيوب مش عارف ما نسمع أيوب أبو بكر سيري أيوب بكر بس أيوب حتى يرعب من بريطانيا بس برضو حتى هو أيوب راه من 27 فوز وأطلع كل أسبوع يرع فيه مش عارف أختار عليه سؤال ضروري نسألها طراحة وهو فضول طبعا كان كنت بيتجاوب عليه تشكيله متاعك كيف صرف عليه؟ خشينا في الله على راحتك طبعا دائما وابدا والله صرف عليه واجد خلاص وصل أسمع أنت أسمع أنا أوضح لك الأقطة هذه إن الفيفا لما خشى في مجال الإي سبورت تم الموضوع بيت وين تم الموضوع بش أنت توصل وتربح لازم تدفع الشيء هذا حتمي فهمت الفكرة وين يعني لازم أنت تقوي تشكيلتك لازم تدسع لازم تحط ماني في اللعبة لأن خلاص كل واحد فيها يحس بروعها هو المحترف لأن كل الناس كلها أغلب الناس ستين في مئة سبين في مئة عندهم تشكيلات احترافية يعني يحطين فلوس في اللعبة بش يقدر يشارك لأنك لو تشارك طبعا تقدر تردن الفلوس هذينها من البطونات من البطونات يعني هما مدايينها من جهة يقول لك إن معناها لو واحد هو سيريوس ويبي يدفع يعني لو أنت مستعد تدفع فلوس معناها عندك أمل تربح وتردهم الفلوس لك أنا بالنسبة لي أنا نفكر فيها بطريقة ثانية محمد ونقول لو كلهم قصدين اللي بيحترفوا ويجيوا في تصنيف كلهم هيدفعوا طبيعيا كلهم يدفعوا عليها بشكل تشكيلة فبديت شبه نفس يعني أنت نحيط العنصر هوا بتاع الأدفانتجة أو أسباقية إن كنت عندي تشكيلة أحسن من واحد تبدأ كلها لا علاقة بالمهارة فعلاش تخلي أصلا المصنفين يدفعوا مفروض أنت لما توصل المستوى معين تجيب مثلا 28 29 مفروض يفتحون لك اللعبية التي بتدخلهم كلهم أنا هيك نشوف يعني وطبعا أكيد موضوع للجانب تجاري هذا الاختراح ما تقولها الشيء اللي محمد دبعت اللي فيه 100% بس إحنا نريد أن نهدر في موضوع بس إياه على فكرة لما أنت تأهل مع التصفيات وتمشي ترعب بطولة الحساب اللي ترعب فيه ما ترعبش بالحساب متاعك ترعب بحساب من الشركة فيه جميع اللاعبين مصدر أوكي أنا مكنش نعرف فمعناها خلاص يعني نحاها العنصر هذا لكن فيه طبعا الألتيميت تيم عادية أونلاين لما تلعب ضد الناس عادية هاي تيب تشتئ طبعا طبعا نشكروك محمد بارك الله وفيك وكيف يتاب طبعا أحناف أخوارين بك وأكيد طبعا مش هنوصوك إنها تشد الهمة لأنك أنت أريد يشد الهمة وإن شاء الله نشوفوك في بطولات كبيرة نشوفوك تمثل ليبيا برا إن شاء الله في العالم يعني في ألمانيا وإما أنت تبي تمشي إن شاء الله مفتوحك قدامك وإن شاء الله المسؤولين يحسوك على دمهم شوية وقيموا القدر يعني وإن شاء الله وإحنا من جهتنا هنتابعوك دائما وأبدا نحن يعني إذا بيقول أي تطور أي شي دائما وأبدا لوج إن منبرك يعني المنبر بتاعك تعالى مفض مرحب بك فيه وقت وزيما قلت لك بإذن الله هنحاول ندير معاك تحدي في الحلقة القادمة لأننا متشوق فعلا نشوف قداش ننجلد من المصنف العالمي أسكروك محمد بارك الله فيك بارك الله نورينا أنت يعطيك الصحة والمجهودات اللي تبدلوا فيها وبرك الله فيك على الاستضافة الجميلة وإن شاء الله معرفت خير وفرصة سعيدة يا شباب الله نوري الله بارك الله فيك موفق إذن المشاهدين كانت هذا عينة إذن نرجع ونقوله في هلبة ناس في ليبيا في محمد زيو في من بيش نقول في التمليون محمد زيو في ليبيا في هلبة ناس ملعبية في ليبيا ناس مظلومة ناس مفيش مكانيات مفيش انترنت فعيب يا مسؤولين قصدي يا شباب برا شدوا الهمة يا شباب نحن دايما أبدلوا عندكم اقتراح لو تشوفوا عندكم موهبة أي شي راسلونا على الفيسبوك وعا الإنستغرام وإن شاء الله إحنا مش هنقصروا وصلنا فعلا لنهاية الحلقة نعتدوا لذلك الوقت بسهوها ذاكا أحمد عندك أي حاجة لوكاوت موسيقى 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 موسيقى